بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه الله يغار يغار أن تنتهك المحارم يغار أن ترتكب المعاصي والذنوب والآثام وهناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة أتحدث معكم عن الغيرة المحمودة عن الغيرة الممدوحة التي يحبها الله ويحبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة المحمودة تتمثل في الغيرة لدين الله كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت من حرمات الله شيء يغضب إذا انتهكت الحرمات هكذا كان صلى الله عليه وسلم والغيرة لسيدنا رسول الله غضبة في الله لأجل الله ولأجل سيدنا رسول الله عندما يساء إلى الجناب النبوي الشريف يقول جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بين الفينة والفينة والفطرة والفطرة يخرج علينا من يتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى جنابه الشريف نقول له يا من أسأت بقول في مشفعنا شلت مدى الدهر والتاريخ كفاكا كيف اجترأت على خير الورى سفها قد بؤت بالخزي ظلاما وأفاكا إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناكا نغار لأجل سيدنا رسول الله نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا وضيعاتنا نفديه بأموالنا بأنفسنا بأرواحنا بكل شيء لأنه أغلى عندنا من كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه من الغيرة المحمودة الممدوحة أيضا أن يغار الرجل على زوجته وأنت غار الزوجة على زوجها لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بالسيدة أم سلمة رضوان الله عليها قالت له يا رسول الله إني غيرا ومسنة وذات عيال فقال الحبيب الشفيع أما الغيرة فيذهبها الله عنك وأما العيال فعيالك عيالي وأما السن فأنا أكبر منك سنا وورد أيضا في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة إلى بيت أم سلمة وكان عندها السيدة ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله ووجد عندهما عبد الله بن أم مكتوم وكان كفيف البصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب فقالت السيدة أم سلمة يا رسول الله نحتجب منه وهو أعمى فقال صلى الله عليه وسلم نعم أعم يا وان أنتما إن كان هو أعمى ولا يبصر فأنتما تبصران وأمرهما أن يحتجبا منه وهذه أم المؤمنين سيدتنا عائشة كانت تغار على سيدنا رسول الله وكان الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يعلم غيرتها ويبتسم ويقول غارت أمكم وفي مرة ذكر في مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة لما أتت إليه أختها هالة فارتاح النبي لمقدم هالة واستبشر وفرح وقال اللهم هالة كانت تأتينا في زمان خديجة فغارت السيدة عائشة وقالت يا رسول الله تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها فقال صلى الله عليه وسلم وهو الوفي لزوجاته في حياتهن وبعد موتهن قال والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد وهذا سيدنا علي بن أبي طالب دخل مرة على سيدة نساء العالمين على سيدتنا الزهراء فوجدها قد وضعت السواك في فمها فقال هذه الأبيات يظهر غيرته حتى من السواك قال حظيت يا عود الأراك بثغرها أما خشيت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك أولئك آبائي فتأسوا بهم يا عباد الله واقتدوا بهم واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيرته ونصرته لدين الله وذبوا عن رسول الله ودافعوا عنه وكونوا على غيرة على نسائكم وبناتكم تسعدوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة جعلني الله وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته